بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر إبراهيم في سلسلة دروس دورة البعدة الثالث دورة 3D Studio Max اللهم إني نويت أن أهب مثقالة ظرة علمي لوجه الله وصدق جارية على روح أمي اللهم اخفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم أمين اليوم إن شاء الله هتكون المحاضرة الثالثة في دورتنا للمبتدئين والمتقدمين خلونا نبدأ هتوجه إلى البرنامج أنا كنت فتحه ومجهزه زي ما عرفنا في الدرسين اللي فاتوا الدرس الأولاني كان خاص بالبرنامج التعرف على البرنامج من الخارج ومن الداخل لما بتيجي تفتحه الدرس الثاني كان الإعدادات الهمة للبرنامج اللي إنت لازم تبقى فاهمها ولازم تبقى عارف فين أماكنها وكل الحاجات دي أنا على سبيل المثال خليت الوجهة بتاعتي بالشكل ده الريبون فيه الطولز اللي هستعملها زي مثلا الاسنابس محتاجين نعمل تطبيقات به وبعد كده أي حاجة هننشئها هتظهر هنا أنا مفعل الخيارات الخاصة بالحاجات اللي هقدر أنشئها هنا عندي المخ بتاع البرنامج أو العصب الأساسي اللي بستخدمه دايما في كل حاجة قبل ما نبدأ خليني أقول لكم إعداد بسيط بخصوص الجريد اللي انتوا شايفينها دي وبعد كده هنبدأ نتكلم عن إيه فايدة البرنامج ده وبيقدر يعطيك إيه بتوجه إلى التاب اللي اسمها طولز لما بفتحها بلاقي حاجة هنا اسمها الجريدز and snaps الجريدز هي دي والاسنابس اللي هي الحاجات دي اللي أنا أظهرتها هنا ممكن أنت تختارها من هنا وتروح على الستنج وإعدادات الضبط الخاصة بيها تفتحها من هنا تختار كل حاجة تعمل على تشيك بوكس دوت علامة صح وتنشطه اللي هي تلاقي اسنابس أو هنا اسنابس ولو دوست هنا كليك يمين بقول إن أنا فاتح الأدوات اللي هي تخص الاسنابس طيب هنا لو عاوز تظبط إعداداتها بعد كده إحنا دخلين هنا علشان الجريد ده أنا خليته ظاهر قوي كده لكن لما هديك تشتغل الهوم جريد بتختارها هنا بيقولك بيقولك الاسبيسينج بتاع الجريد ده شايفين الحدود دي لو أنا حابب أكبرها كده أهي لكن أنا هخليها زي ما هي على عشرة الديفولت بتاعها فيش أي مشاكل وبعد كده أنا حاسس إنها تقيلة قوي لو خففت كده لحد اثنين بقت خفيفة كده أنا كنت معليها الأول فدلوقتي بقت خفيفة وبعد كده في البرسبكتف ده لو حابب أزود البعد أهو أقدر أزوده كده ماشي لو حابب أكبرهم يعني من ضمن الإعدادات التانية المهمة اللي مش هنتكلم عنها دلوقتي إلا لو الناس قررت إن نكمل يعني مثلا الجزئية بتاعة الدورة بتاعتنا دي ما يخص أنت تفهم البرنامج بيقدر ينشئ إيه ونعدل عليها مرحلة مثلا إنشاء المجسمات مثلا أو إنشاء الأشكال أو إضافة الكاميرا أو إضافة الإنارة الحاجات اللي بيقدر يعطيها لك البرنامج في حاجة اسمها الماثيريال الماثيريال إديتور لو اخترت الأيكونة دي بيفتح لك الشكل ده إن أنت المجسمات أو الأشياء اللي أنت هتنشئها عايز تديها بعد كده مواد فداء إعدادات المواد دي إحنا مش هنتكلم عنها دلوقتي بس إحنا بنعرفها إن في حاجة موجودة كده لكن مش في المرحلة بتاعة الكورس بتاعنا اللي هو بتاع المبتدئين عشان يبقوا متقدمين طيب من غير راغي كتير ولا كلام خلينا نخش في الجزء العملي أو التطبيقي على الدورة بتاعك البرنامج دوت لازم تبقى فاهم هو بيقدر يعطيك إيه؟ البرنامج دوت بيقدر يصنع أشياء يعمل كرييت وبيقدر يعمل عليها تعديل موديفاي أو موديفكيشنز تمام كده؟ يعني بيقدر ينشئ أشياء هندسية بينشاء شيبس أشكال أو تشكيلات وبيقدر ينشئ لايتس إنارة أو إضاءة وبتقدر تحط كاميرا كاميرا المقصود بيها هي آلة تصوير يدوية كان فيه قبل الموبايلات الحديثة السمارت والحاجات دي كان فيه آلة اسمها آلة تصوير اللي هي عند المصوراتي اللي أنت بيتطلع بها صورة فالبرنامج بيقدر يعمل حاجة زي كده وبيقدر يبقى فيه عوامل مساعدة ليك زي الجريد اللي لسه متكلمين عنه ده اللي هي مثلا مجموعة المساعدين اللي بتساعدك وفيه عندك حاجات كمان ميكانيكية تقدر تستعملها حاجات تقدر برضو تستفاد بيها وآخر حاجة بيقدر يعطها لك البرنامج ده systems والمقصود بsystem هو شيء زي مثلا لو عايز تعمل عروسة كأنها عروسة يعني متحركة حتحركها فده system تقدر تعمل system للشمس مثلا النهار وكده يعني فالبرنامج بيقدر يعطيك السبع عناصر دولت إنك تنشئ السبع عناصر الأساسيين دولت وتقدر تجري التعديلات عليهم بعد ما فهمنا الأربعة views دولت اللي بيظهر فيهم أي حاجة هعمل لها create وهعدل عليها وعاوز أشوفها من الperspective أو عاوز أشوفها من الأمام أو أشوفها من فوق أو من أي جنب هنركز بقى على الجزئية اللي هي تخص البرنامج العمود الفقري الخاص بالبرنامج زي ما قلتلكم بيبقى فيه تابات أساسية علامة tab web تحتها أوامر كتيرة كده فوق زي create وmodify, hierarchy, motion, display, utilities الست عناصر الأساسيين هم اللي بيقدروا يساعدوك في إنشاء اللي انت عاوزه بالبرنامج ده انت بما إنك مبتدئ وعايز تبقى متقدم محتاج تركز على الاثنين الأولانيين اللي على الشمال دولت ولو انت جايبوا على اليمين هتلاقيهم على اليمين أول حاجة اللي هي create إنه بيقدر يعمل إنشاء أو إدراك تمام؟ إنه بينشئ الشيء وبعد كده بعد طبيعي بعد ما بتنشئ شيء محتاج تعمل عليه modify تعديل تمام كده؟ طيب يبقى احنا تركزنا على العلامة الذهبية دي أو الشبه النجمة أو الشمس دي إنه انت هتقدر تنشئ إيه؟ طيب زي ما قلت لك البرنامج ده بيقدر ينشئ إيه؟ بينشئ جيومتري المجسمات الهندسية أو العناصر الهندسية بيقدر ينشئ الشيبس شيبس يعني أي شكل أو التشكيلات اللي تقدر تعملها بعد كده بيقدر ينشئ لايتس إنارة أو الإضاءة بعد كده بيقدر ينشئ إيه؟ إنه يحط كاميراس كاميرا قالت التصوير اليدوية اللي قلت لكم عليها اللي هي عند المصورات سواء بقى ديجيتال أو عادية بعد كده بلاقي الهيلب أو الهيلبرس المساعدين ليا زي ما قلت لكم زي الجريد اللي اتكلمنا عنه بعد كده حلاقي اللي هو سبيس ووربيس اللي هي يعتبر زي ما قلت لكم هي الترجمة الإعوجاج الفضائي لكن هي مثلا حاجات تخص الميكانيكس بس شفافة وآخر حاجة السيستم إنه بيقدر يعطي سيستم سيستم مثلا زي الصنلايت والديلايت مش هطول عليكم إنت تركيزك قلني على الكريات ومحتاج تركيش شوية على الأربعة دولات اللي هما الجيومتري والشيبس واللايت والكاميرا جزئة الأخيرة دي ما تخصش إلا الناس اللي عايزة تنتج موشن حركة وحاجات من دي لكن إحنا دورتنا تخص المهندسين والرسامين المعماري والإنشاء لو حابين يتابعونا فالكريات دا تحتها الحاجات دي وبعد لما بختار أي حاجة من الأشياء اللي أنا عايزة نشيئها مثلا زي الجيومتري المجسمات الهندسية بلاقي إن فيه standard parameters اللي هي المكونات أو العناصر الأساسية هتلاقوا أساميهم أهو مش محتاج أقره لكم أنتو عارفينها وبتلاقي فيه قائمة منسادلة لو دوست كده فيه حاجة اسمها extended parameters حاجات مكملة مش بس كده هتلاقي إنك تقدر تنشئ doors مثلا يعني تقدر تعمل creation أو create للعناصر الهندسية زي الأبواب زي الستيرز زي الويندوز تمام؟ هتركز على اللي يخصينه وأنا في creation أو create فيه برضو الشيبس الشيبس بلاقي برضو سابتة هنا بلاقي حاجات هنا أهي منسادلة ماشي وحاجات سابتة بتلاقي يعني تحت الكريات والقوائم اللي هي بتقدر تنشئها حاجات تانية قوائم منسادلة تانية بالنسبة للليت نفس الحكاية أهو فيه حاجات standard وحاجات اللي هي photometric تمام كده النور الحر مثلا والtarget هنتطرق لكل ده إن شاء الله تفصليا واحدة واحدة احنا بس بنتكلم عن وظائف البرنامج إيه فايدته لو جزء نظري ممل معلش استحمله زي ما قلت له لما أرجع هنا وأنا مختار create واختارت geometry عشان أفهم الحاجات أو الstandard parameters اللي بيقدر يعطها لي البرنامج أول حاجة في الكريات اللي هي الgeometry وأول قائمة منسادلة اللي اسمها الstandard parameters اللي هي المجسمات الأساسية يعني زي البوكس لو أنا حابب أتعلم أفهم إن أنا أنشئ بوكس وإيه تعديلات اللي بقدر أجريها عليه خلينا نختار الفيديو اللي يعجبنا مثلا البرسبكتف كلنا بنحب السري دي ومحتاج أكبره عشان أشوفه كويس هروح هنا maximize هبقى كبير طيب خلينا نفهم أو إزاي نعمل creation لي الstandard parameters اللي هي تبع الgeometry في الإنشاءات الكريات يعني لو اخترت البوكس ده بيظهر لي تحت parameters كده ظهرت هي كان أصلاها مسلا مقفولة كده ولو أنا عايز أفتحها عشان أفهم وأنا عامل اخترت البوكس حاجة هنا بيقول لي النيم بتاعه ماشي هيتكتب بعد ما عمله إنشاء هنا لو حابب أختار اللون بتاعه ال name and colors دي أول متغير أو أول parameter هقول هفتح هنا اللون ده ففتح لي فطورة الألوان حاجة كده الألوان اللي تخص الماكس وقال لي فيه ألوان تخص الأوتوكات لو فاكرين الفطورة دي لما كنا بننشئ layers في برنامج الأوتوكات لكن أنا هختار ألوان تخص 3D max طيب بيبقى فيه عندي هنا اختيار بيقول لي معمول عليه L checkbox طيب المقصود بي لو أنا سبته كده زي ما هو صح هو في كل مرة حاجة أنشئ أي شيء من أي حاجة يعني هو يختار اللي لون يعجبني لكن إذا لغيت ده أنا اللي أختار اللي يعجبني مثلا خلاص فأنا هسيبه هو يختار اللي لون زي ما يعجبه وأنا بقى كده أقدر أغيره وأعمل تعديل اللي يعجبني لو فرضنا حبدأ باللون الأبيض مثلا وأقول أوكي يبقى أنا خليت name and color هو هيتاخد name ده color خليته كده طيب وحول لي المارك بتاعي أن أنا جاهز أن أنا حنشئ ايه البوكس بتاعي طيب عرفت منين بصوا تحت هنا بيقول لي click and drag to begin ابدأ يعني دست كده وقمت متحرك بدأت من الكورنال ده ورايح للكورنال التاني أسيب إيدي أنا دست بالclick شمال يعني وأمطلع لفوق بقى فاهم إنه هو هيكمل لي إيه البوكس بتاعي اللي أنا قررت أنشئه حابب أكنسل الأمر أدوس click يمين مش هيكمل إنشاء ولسه واقف عليه ولو دست click يمين ثاني خرقت من الأمر خالص تاني ماشي اخترت البوكس اللي أنا عايز أعمله من الجيومتري اللي هي في الكريات وجيت هنا هو كده جاهز معي أعمل select وأمساحب من الكورنال ده مثلا للكورنال التاني أي مقاس دلوقتي أنا لسه أزبط البرامتر بتاعته الأبعاد يعني بتاعته وأمسايب فاهم طلع لفوق يبقى كده هينشئ لي خلصت عايز أخرج من الأمر ده أدوس click يمين بس كده هنا على يمين ظهر لي إنه أنشأ لي حاجة دعوا أنت select عليها بيقول لي اسمها هي بوكس خليني أسميه إيه مثلا بص هنا يبقى الشيء اللي أنا أنشأته ده قايرت الاسم بتاعه والcolor أيا كان أنا عاوزه دا يا سيدي يبقى أنا عادي select عليه غيرت اسمه والcolor وعرفت إنه بينزل فين في القائمة اللي هي بتبقى دي اللي هي select by name أو أن أنا دست على دي خلتها أزرق كده ناشطة فظهرت لي هنا وجبتها على جنب وخليت الحاجات الأكتف فيها اللي هي مثلا أول حاجة الجيومتري دي أقدرت فيها أو أقدر أفتح حاجات الجيومتري لو البوكس ده مش عايز أشوفه حلاقي لمبة اللي هي on و off كده برضه يبقى أنا بعرف البرامتر أو المتغيرات اللي بقدر أجريها على البوكس بتاعي ده تمام كده طيب لو عملت select عليه تاني زي ما قلنا أنت محتاج تركز على create أي حاجة تنشئها والكتاب اللي جنبها اللي هي اسمها modify لو أنا عمل select عليها بصوا أنا كده مش عمل selection على شيء وفتحت المodify بلاقها فاضية ما فياش حاجة تمام كده طيب طب لو أنا عملت select على البوكس اللي أنا عملت له creation ده وروحت على modify دست عليها فظهر لي البرامتر اللي تتخص ايه البوكس اللي أنا سمته ايه وخلت لونه أحمر سمته ايه وخلت لونه أحمر فظهر لي تحت parameters بقى parameters هي المتغيرات اللي أقدر أجريها على الشيء ده اللي أنا أنشأت واللي هو البوكس هتلاقيها بتتكرر في أكترية الحاجات البقية طيب هنا هلاقي اللينس بتاعه يعني مثلا ده بيقول لي إن ده 31 متر وتسعة لأ أنا وليكن عاوز أخليه حكتفي بس إنه يبقى عشرة ودوس انتر بصوا كده طيب عاوز العرض بتاعه أغيره أخليه عشرين ودوس انتر يبقى بأكد اللي أنا بعمله تمام كده فيش أي مشاكل طيب عاوز ايه تاني بتاعه عشرة خليه بس خمستاشر انتر كده ده البوكس بتاعي أنا راضي به كده لما بعمل زوم بيقرب قوي كده طيب لو أنا اخترت الأداة دي اخترتها كده وأتحرك بالراحة يعني أعمل hold كده ماشي عاكده أختار select by object طيب لما عملت select عليه بيقول لي إن فيه تاني parameter تخص الطول والعرض والارتفاع إن أنا أقدر أقسم الطول يعني أقسمه كده 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 وبالنسبة للعرض ده أقسمه كده 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 بالنسبة للارتفاع أقدر أقسمه كده طيب إيه فايدة التقسيم دي علشان حاجات كتير تقدر تحول البوكس ده الحاجات تانية كتير موضوع دلوقتي سابق لقوان طيب خلينا نشوف اللي هي length segment ماشي إن هو واقف على واحد أقعد أزود كده أو أكتب القيمة اللي أنا عاوزها عايزه يقسم length لخمسة وenter طيب أنا مش شايف التقسيمات اللي حصلت ليه علشان الرؤية هنا realistic طيب محتاج أظهر حاجة الage اللي هي التقسيمات دي أدوس كده على الكلمة دي وأجي أختار edge face select آه بصوا كده لو لفنا الشكل عن طريق alt وscroll wheel كاني بعمل orbit يعني كده مثلاً ابتدت التقسيمات اللي أنا عملتها تظهر لو أنا عملت select كده مش أنا قلت له في اتجاه طول قسم لي خمسة وهو لو خلتها عشرة enter بقيت اكتب لو اخترت بس ده عشان أقرف سنة لو اخترت إن أقسم الطول عشرين هدي enter تمام حسب ما انت عاوز لكن أنا هكتفي إنها تبقى خمسة ده تقسيمات الطول وتقسيمات العرض أنا عايزها برضو عشرة enter بصوا كده رح مقسم لي ايه العرضة هو كده برضو طيب الارتفاع الهاي لو قعدت احرك المؤشر بتاعه هو بيعود يقسم ممكن احرك المؤشر ده ادوس click شمال على السهمين دول واطلع لفوق هيفضل يعيد او انزل لتحت اقل تقسيم واحد واكتر تقسيم الى مالة نهاية لحد ما البرنامج يهنج منه عايز اقسم خمسة يبقى انا كده ايه البوكس التاعي غيرت في البرامتر بتاعته بعد ما انشأته من حيث الطول والعرض والارتفاع عملت تقسيمات في اتجاه الطول واتجاه العرض وفي الارتفاع بعد كده ما فيش حاجة تاني يبقى انا ده قدرت اعمل عليه تعديل بالشكل ده وعرفت بيظهر هنا وقيت تعديلات اللي بجريها سميته ايه فهنا بقى اسمه ايه سميه الاسم اللي يعجبك نرجع تاني للكريات وقفين في جيومتري عشان ننشئ الستاندر برامتيفز الكون اللي هو المخروط او الامع عرفنا ان البوكس ليه طول وعرض وارتفاع طيب الكون دوت اللي هو الشيء المخروطي تعريفه البسيط الهندسي انه هو شيء له قاعدة سفلية وقاعدة علوية ولهم ارتفاع طيب عشان انشئه اخترت الامر او عملت السلكت على الايكونة بتاعت الكون جيت هنا ادوس بالموس حاططلي نقطة اورجين ليه اتحركت فلقيته انه هينشئ دايرة اللي هي القاعدة السفلة اتحركت يعني بالموس من المركز لحد اي نقطة على المحيط بتاعة الدايرة سبت ايدي طلعت الفوق ابتدى ينشئ لي الارتفاع دست تاني عشان يقدر يعمل ايه القاعدة العلوية او يخليه مدبب متخيل انا عاوز القاعدة العلوية زي القاعدة السفلية تاني اضروا تزد او نمسحه اختار الكون ابك هنا اعمل الرادياس الاولاني اطلع لفوق اتحرك لجوه دا لو انا حابب اغير اشعال اخلي شكل القاعدة كده اخرج من الامر ادوس كليك يمين اولا الكون دا لو عمت سلكت عليه بيقول لي ان هو كون خليني انا هسميه بي مثلا اسم اللي اعجبني انتر ادوس في اي حت بي اهو شكل ايه اللي هو دا وشكل بي اللي هو دا انا ببريك بس انه بيغير اسمه واداله اللون على مزاجه ليه علشان انا عامل هنا على ديت شيك بوكس لو لغيتها هو انا اخطار اللون اللي يعجبه فهو ادى لدى لون يعجبه وادى لدى اللون اللي يعجبه ايه التغييرات او التعديلات او البرامتر اللي اقدر اغيرها على الكون بتاعي عملت سليكت عليه اروح بقى لايه لموديفاي فهنا البرامتر بتاعته اهيه البرامتر اهيه بيقولي تقدر تغير في ايه في ريدياس 1 اللي هي القاعدة اللي تحت لو مسلا زي ما قلت لكم سكت الساهمين عادت اكبر واصغر اعمل اللي انا عايزه كده لو خلتها 0 بقت مدببة لو كبرتها يبقى انا بحط الريدياس اللي يعجبني فانا عاوز الريدياس بتاعها 20 اكتب كيمة صحيحة ودوس انتر فبيقولي ريدياس 2 ريدياس 2 اللي هو فوق اللي هو فوق كده اهو لو حابب اكبره خلت اللي تحت 20 واخلي اللي فوق 10 انتر بعد كده بيقولي الهيط اتحكم في الارتفاع بعد كده بيقولي اتحكم في الارتفاع بتاعها وقف على 20 لو عادت اكبر واصغر زي ما انا عاوز الكون بتاعي وانا اخلي وليكن 10 انتر بقى بالشكل ده وبعد كده بيقولي في تقسيمات كده طيب شايفين التقسيمات اللي هي بالعرض دي طيب لو انا حابب كده ازود هي بتزيد اقل حاجة ان تبقى ما فيش زيرو ولو حبيت اقسمها كده ازود خليتها 6 بعد كده بيقولي الكاب شايفين القعضة اللي هي فوق دي لو انا مثلا حابب اقرب لها كده واجبها كده شوى شايفين تبقى مركز معي هقول له ايه سيليكشن عليه الكاب ده واحد لو انا قعدت ازود كده بصوا كده يبقى انا اقدر اقسم الكاب بتاعي ده اتنين ادي واحدة ودي واحدة عند الاج لو خلتهم خمسة انتر اهو لو عايز اقسم الكاب ده بعد كده هي عامل اللي تشيك بوكس ده ان هي ثموث طيب لو انا لغيته بصوا كده هي ما بقيتش نعمة فعلا بقى فيها زي تدرك كده حسب السيجمنت اللي هي دي لو انا زودتها حيبقى بصوا كده اكسر نعومة طيب لو اعطتها بصوا كده اكسر نعومة اصغر فيها الخيار بتاع السيجمنت بصوا كده وده بابة ومتقسمة كام سايت اللي هم عشرة خليني ازود كل ما ازود بتبقى ايه اكسر نعومة بس انت ما تزودهاش اللي حسب ما تحتاج اللي ثموث ده مهم جدا بس ما تزودوش زيادة عن الطبيعي يعني او الشكل كده خلاص انا حسيت انه هو ثموث فمش محتاج ازود اكتر من كده اعمل اربعين سايت مثلا خليهم تلاتين خلاص ادي انتر ومحتاج اخليها ثموث بصوا كده لو انا قفلتلك اللي هو ده عشان تقدر تحس شايف كده لو خليتها ثموث بقيت نعمة وملساء لو فتحت وهخليها كده بناء على الصيدس ده خليتها اخش اقل حاجة تلاتة اكتر حاجة عدد ملا نهائي لحد ما الجهاز يهنك يبقى عرفت ان انا اقدر انشئ الكون واعدل فيه الريدياس وان وثو والهاي القاعدة السفلية والقاعدة العلوية والهاي ما بينهم اقدر اعمل سيجمنت ماشي سواء للكاب او لجسم ذات نفسه اقدر اخليها ثموث بكعدد سايت معين وافتح هنا الاج عشان افاهم اي تقسيمات بعمله ارجع لكرياشن عرفت الكون اللي سفير مجرد الكرة بابك في نقطة اعمل المركز بتاعها والريدياس اسيب خلصت ما فياش اي برامتر كتير لو قلت الادت بتاعها حلاقي ريدياس فقط ومجرد سيجمنت كده اللي هو بزودها او اقللها متخيل اهي ازود السيجمنت ده كرة متقسمة بالشكل ده تتحكم في الريدياس اكبره واصغره خليها ثموث او اقفله بصوا كده بقت فيها خشانة شوية لو قفلت لك الاج اهي بالشكل ده لو فتحت ثموث بقت نعمة ما فياش اي حاجة فيها زيادة طيب بعد كده نرجع لكرياشن او كريات نختار الجيو سفير هي هي الكرة دي مع تقسمات مختلفة ابك في نقطة اعمل الريدياس اسيب اختار الموديفاي عشان افهم البرامتر اللي معاها محتاج افتح هنا برضو الاج عشان اشوف بس التقسيم دي متقسمة مربعات اما دي متقسمة مسلسات السفير والجيو سفير مفيش فرق فيهم في التقسيمات الا الشكل ده واوبشن تاني زيادة شوية البرامتر الخاصة بالجيو سفير محتاج ازود الريدياس اهو اخلي الريدياس اللي انا عايزه السيجمنت اهي ازودها او اقللها اقل حاجة واحد واكتر حاجة كده بعد كده في حاجة مهمة مش انا مقسم الجيو سفير دي لستة سيجمنت كده مثلا ولو اخترت الخيار الاسمه تترة بصوا كده ركز معايا اخترت تترة وخلتها كده خليني اقللها شوية كده بعد كده ارجع اختار اكتا رح اعمل مضاعفة بعد كده خليني اختار كوزة كده مضاعفة تاني اعمل سيجت وامل لها دليت لما ارجع لكريت علشان اشوف الجيومتري اللي بعد كده اللي هي جيو سفير جيو سفير كرة زي دي لكن لها تقسمات على شكل مسلس وبرامتر مختلفة سوية صغيرين بكت في نقطة وامتساحب وسايب عملت لده لو رحت على الموديفاي عشان اعرف البرامتر بلا ان انا بقدر اتحكم فيه الرادياس الرادياس بتاع الجيو سفير الفرق ما بينهم ان دي متقسمة كده وده متقسمة مسلسات بيقول لي السيجمنت بتاعتك تلاتة اهي زودت كده مثلا خليتها اكثر نعومة اللي هي مثلا عشر تمام ادي كده عشر دست انتر هي متقسمة بالشكل ده وفيه تحت تلاتة اوبشن كده الطايبس ده اللي هي تيترا واكتا واكتا تمام كده بص الشكل ده اقل تأسيمة عملها مسلس بعد كده هخليها اكتا من الطبيعي ان حصل مضاعفة ارجع كده لدي ركز معي الكورة انا خليت السيجمنت تتاحها واحد فهدتني شكل هرمي متقسمة ايه واحد اتنين تلاتة وجوه وقعدة خلاص كده وانا واقف على الابشن اللي اسمه تترا طيب اكتا يعني مضاعفة تترا لو اخترت اكتا بصوا كده بقى مسلس فوق ومسلس تحت مضاعفة يعني تلاتة وتلاتة تحت يبقى لو اخترت الاخيرة بقيت اتناشر دي مضاعفات دي حسب ما تزود السيجمنت ده انا اخترت السيجمنت واحد عشان اخليك تركز على الفرق بين التلاتة اللي تحت دول لو انا خليت دي ازيت كده مسلس وقفة على اخر حاجة لو رجعت الهنا اداني ايا كان سي مية تقسيمة مية يعني ولو اخترت اكتا مضاعفتها هتبقى متين ولو اخترت ايكوزا كده بقيت ضعفهم حسب السيجمنت ده وحسب الابشن ده اللي هو الطيب ده هتبقى ثموز ما فيش اي مشاكل ولو خليتها كده اللي هي ايه النص لك تخليها مثلا ايه النص كده هيموسفير الـ X والY والZ دول اهو البوفيت بتاعه اللي هو مركز السقل في النص اهو لو انت دوست كده كذلك هنا برضو لو عايز اخليها كده هو فيه برامتر هنا ما اتكلمناش عنه انا اسف فينا برامتر اللي هو لما بعمل سيليكت عليها انا ممكن اعمل فيها قطع لو فتحت ده كده اقدر اقطع فيها اخليها نص او ربع او الكلام ده بيقول لي سلايس فروم تو يعني تقطع من فل فين من الزيرو لتسعين من الزيرو لتمانين هنبقى نرجع لها ونفهمها تاني ما فيش اي مشاكل كده عرفنا البوكس والكون والسفير والجيوسفير نرجع لكرييشن سلندر السلندر الشيء الاستواني بتبقى عبارة عن قاعدة سفلية وقاعدة علوية وبرضو لها في بينهم ارتفاع ابك بالماوس اعمل القاعدة اللي هي تبقى دائرية المركز بتاعي هنا وده الريدياس اسيب ايدي اطلع فوق اعمل الرتفاع خلصت اخرج من الامر ادوس كليكي بيقول لي ان الشيء اللي انت عملته ده اسمه سلندر زي السفير والجيوسفير هنا خلاص انا مش غير اساميه وده له الكلر ده لو اخترت الموديفاي التعديلات اللي بتجرع عليها لو ركزتو هتلاقيوا ان فيه ريدياس ريدياس تحت هي هي الريدياس اللي فوق الريدياس عشان هي سلندر لو كان عمل تو ريدياس كانت هتبقى كون لكن هي عشان اسطوانة فالريدياس واحد فوق وتحت فبتحكم فيه من هنا اكبرها صغرها بتحكم فيه بتاعي بتحكم فيه شايفين اللي هي بالعرض دي خمسة لو زودتها كده الكاب لو حابب ازود القاعدة اللي فوق اسمها الكاب لو حابب احط لها سيجمان كده مثلا لكن انا هكتفي انهم يبقوا خمسة برضو انتر بعد كده عندي السايت اللي هي التقسيمات الرقصية دي لو انا حابب ازودها لو عاوزها 30 انتر كده مثلا بعد كده عندي حاجة اسمها سلايس لو انا حابب اقطع فيها لو دست على ده وفتحت الخيار ده بيقول لي انت عاوز تقطع من فين لفين لو مثلا اعدت احرك كده هاببصو هيقطعها مثلا طب خليها 0 دلوقتي عشان افهمها دلوقتي لو انا عملت سيليكشن عليها عشان اشوف الخيار ده لو انا عايز اقطع ربع منها مش دي دايرة الربع منها يعني ايه من 0 ل 90 لو متخيل يعني انا هقول له من 0 هنا واكتب له 2 90 انتر فقطع لي ايه ربع يبقى معنى كده ايه هي دايرة اهيه هو خد من الزيرو لو افترضنا ان دا مثلا اتجاه ال x كده دا الزيرو وراح اقطع 90 درجة ف90 درجة خلى للشكل كده بدليل ان انا لو زودت 90 دي هتلاقي ال H دا بيلف معايا هتفهم قصدي كده اهو يبقى انا بقطع من 0 من 0 دا لغاية 110 110 درجة يعني كده مثلا بدليل ان لو وصلت لمية وتمانين enter اطاحها بالتساوي النص النص كده بالزبط ف slice دا اللي هو بيقطع من الشيء اللي انت بتعمله دا بكل بساطة لو انا حابي بقى خليها كده لكن انا لو مش حابي بقى خليها اصفار و enter هترجع كاملة بالشكل دا بعد كده create الشكل اللي هو او النمزجة او المجسم اللي بعد الاستوانة هو شبهها بالزبط لو قلت الموديفكيشن بتاعه ليه radius 1 و radius 2 كده مثلا اللي هو الخارجي radius الخارجي واتحكم في ال radius الداخلي اكبره او اصغره اتحكم في الارتفاع ازود يعني اكتب القيمة اللي تعجبني وبعد كده التقسيمات اللي هي خمسة دي اللي هي ما تخص ال heights ولو عاوز اعمل تقسيمات في الكاب ركز كده معايا التيوب اللي هو فوق ده لو انا عاوز ازود في الكاب في تقسيمات هي بتزيد مثلا وبعد كده sites اللي هي التقسيمات الرقصية دي ازود منها كده كل ما بزودها بتبقى اكسر نعومة لكن ما تزودهاش عن المعتاد برضو اثموز هتلاقيها اغلب البرامتر اللي اشتغلت بيها في الاشكال اللي قبل كده وبتبقى ظهرة هنا طيب انا حاسس ان هي كبيرة قوي خليني اوريك اداة كده وانا اعمل عليها من ضمن الاساسية في البرنامج اللي هي هقول له ان انا صغر هالي شوية بس كده مش موضوعنا دلوقتي ولو قلت له حرق هالي كده مثلا اهي هاتها جنب دول او هاتها وراء شوية ارجع لكرييت شيومتري عرفنا لحد خلينا نختار تورس ادوس عملت ريدياس وبعد كده ثيكنيس فطلع لي الشكل اللي شبه الدوناتس ده او اللي ستيبن بتاع العربية اخرج من الامر كليك يمين ارجع للخيار ده طيب البرامتر الخاصة ب عجلة دي او العوامة الموديفاي هلاقي ريدياس وان وريدياس تو ريدياس وان اللي هو الخارجي بعد كده الداخلي بزوده علاقة بين الخارجي والداخلي بعد كده الروتيشن بصوا كده لو حابي بألف السيجمان تفتاحها ده هتلاقي الروتيشن ده بقى كده عندي امر اسمه تويست اللي هو العصر لو انا عايز اعصرها بصوا كده تعمل زي من ضمن البرامتر بتاعته اللي هي تويست بصوا كده العصرة دي التواء مثلا كده ولو انا غيرت في السيجمان كده حلتها اقل حاجة كده مثلا وعدت اعمل تويست بصوا كده حسب ما تشوف انت عاوز تعمل ايه بقى كده لو انت عايز تغير السيجمان تزودها مثلا البرامتر ما فياش اي اختلاف كتير سموز للقل هو عامل سموز للقل حسب ما انت خلينا نلغي تويست دي خليها زيره كده انا عامل هنا لو زودت اللي هو السيجمان تبقى اكثر نعومة ولو قللتها كده والسيجمان اللي هي دي اللي هي الرأسية دي او اللي بتلف بعد كده في عندي اللي ثموث عبارة عن أول ولا للصيد ولا للسيجمان انت خليها على قل ما فيش اي حاجة نفس الحكاية في لو فتحتها وقلت له اقطعلي 90 كده لو عايز اقطع منها حتة اللي انت عرفتوها لو زودت اهو نعمل النص لكن انا هخليها زيره ما فيش اي حاجة تاني فيها لو رجعت عشان اعمل الهرم الهرم بيتفهم انه له قعدة مربعة وله ارتفاع لما اخترت الامر جيت في مساحة الرسم دست كليك شمال من الكورنر ده الى الكورنر التاني سيبت ايدي طلعت الفوق عملت الارتفاع دست ومتدايس كليك شمال خلصت الامر وانا عامل سيليكشن عليه اروح اشوف البرامتر او الموديفاي اللي بتجري عليه لقيت العرض والعمق اهو لو حابب اكبر العرض بتاعه ولو حابب اغير العمق بتاعه ولو حابب اغير الارتفاع بتاعه اكتب البرامتر او القيمة اللي انا عاوزها لو انا حابب اعمل تأسيمات اهو بقسم اتجاه الطول بقسم اتجاه العرض زي ما انا عاوزه انا ليه بقسم علشان فيه تعديلات تانية كتير حابب تعمل فيها تقوص حابب تعمل حاجات تانية بعد كده برضو تأسيمات في اتجاه الارتفاع مفوش اي حاجة تانية اكتريتهم قريبين لبعض ارجع لكريات علشان اختار التيبوت ادوس في نقطة واتحرك كايني بعمل ريديس واسيب هو اداني شكل كده البراد لو حابب استخدمه في اي شيء تيبوت لو رحت بتاعه حلاق ان انا عندي ريديس اكبر الريديس واسغره اقدر ازود السيجمنت اهي اخليه اكثر نعومة او اخليه كده اللي حاجة اربعة واكتر حاجة لحد ما زي ما انتعاوز بس نصيحة ما تكترش السيجمنت دي لاني بعد كده بتتقل يعني خليها معقولة لو قفلتها كده لو قفلت هنا عشان تقدر تشوف هو كده سموث انما لو قفلت هنا بصوا كده سأعمل ازاي ولو صغرت كمان السيجمنت بصوا فانا عاوزها اشوف الاج دي عشان اشوف التقسيمات بتاعتي والاوبشن ده وبعد كده بيقول لي العناصر بتاعت التيبوت دي اهي لو انا حابب اخفي شيء الجسم ولو حابب اقفل ده اللي هو الايد ولو حابب اقفل الشيء اللي بتصب منه ولو حابب الليد الغضاء او لو انا حابب استخدم اي حاجة منه ممكن استخدم الايد دي في حاجة مثلا احطها على حاجة تانية مثلا اخفي الباقي وقوم سايب الايد مثلا اللي هي الهند لو حابب استخدمها في شيء يعني هو التيبوت ده مشهور في الماكس انه بينزل معا نرجع تاني بعد كده هلاقي البلان لو انا عايز اعمل بلان مجرد حاجة كده كأنه بالشكل ده انا بكيت في اي نقطة وقمت ماشي للكورنر التالي قمت سايبه فعملي كده خلينا نروح نشوف بتاعته ان انا قدر اتحكم في الطول والعرض اكبر الطول او اكبر العرض براحتي بعد كده التأسيمات هو متأسم اربعة واربعة لو عايز ازود التأسيمات اتجاه الطول واتجاه العرض التأسيمات قدر اعمل حاجات كتير بيها بعد ما اقسم يعني اشوف الموديفايل اللي قدر اعمله عليه مفيش تاني حاجة هي التأسيمات بتاعته طول وعرض مجرد بلاي بس مش محتاج مثلا اعمل في اي حاجة كأنها مثلا سجادة حاجة زي كده بكده تكون هي دي الستاندر الاساسية اللي هي اعملنا لها وعملنا التعديلات البسيطة اللي بتجرى عليها ما فيهاش اي حاجة بتنزلك في القيمة دي اهي لو انا افلت الجيومتري بيختفي من هنا فده بيأكد لي ان كل العناصر اللي انا عملتها دي جيومتري لو انا حابب اخفي من المشهد ده اي حاجة زي مثلا لو دست كده افل التيوب ولو انا حابب اخفي اي شيء تاني مثلا اهو عرفنا من او الاساسية دي ما فيهاش اي حاجة والجديد في الورجن ده ان انا اقدر اعمل اخترت دي جيت بكت كده كده مثلا لو حابب اعمل يعني لو دخلت بتاعها اقدر اكتب اللي انا عايزه اكتب الاسم وادر اكتب بالعربي كمان حاجات الاساسية هي هو الده لون لون مش باين قوي خليها ابيض كده مثلا دي الاساسية اللي نقدر نعملها بالبرنامج بتظهر هنا وبقدر اعمل التعديلات عليها اعمل سيليكت على اللي انا عايزه واختار موديفاي واعدل البرامتر بتاعتها الى اللقاء في الدرس القادم هنفهم الجزئية اللي تخص المثلا في الجيومتري احنا خلصنا الستاندر هنخش في الدرس الجاي في كرياشن في حاجة اسمها الشيبس برضو ان انا اقدر انشئ حاجات بسيطة زي كده دي مجسمات اللي هي جيومتري بسيطة عارفنا ازاي بتنشئ والتعديلات اختريتها شبيهة من بعض يعني لو ركستو كانت الاستوانة قريبة من التيوب مفيش اي اختلافات كتير البوكس سهل البلان الهرم حتى طول وعرض وارتفاع في الدرس الجاي هنفهم يعني حاجات كده زيها الى اللقاء اشكركم لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم